الإنسان دائما يجب أن يعلي نفسه لأن الإنسان قابل للعلو وقابل للانحطاط مو بالمظاهر أيضا بالواقع نفسيتك يعني مو لذلك عندك منصوب جاه شخصية وشوكة هذا مو علو لا أبو ذر الغفاري مات في الصحراء جوعا لكن في آل علي وفلان خليفة الناس اجتمعوا عليه وقتلوه وهو عنده شوكة وسطوة وجيش وكل شيء في القرآن الحكيم الله تعالى يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل هالمبردة وهالفنكة وهالمصباح وهالغرفة إذن كلها زينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل للمتحان يأتي يوم كل هذن تخلص يأتي لا سيارات لا طيارات لا مطارات لا قطات لا شوارع لا مناصب لا بيوت لا اثاث لا رياش وكل شفائك وانت بقيت النبيه الاعلى صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفات فالانسان يرتفع بفضائله النفسية اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسانه وكلما انسان يتمكن انه لسانه يصير احسن صفاته النفسية اجمل اخلاقه ارفع هذا انسانيته اقبل حتى اذا كان فقير المعيار بالشخصية الانسانية